إزاي حضراتكم وعملين إيه كل تمام كل الترحيب بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وستاذ الفقه المقارن بجماعة الأزهر منورنا مولانا ودعلنا النهاردة لينا وتريه بارك الله فيكم أولا ليلة الثالث والعشرين من المحتمل كثيرا بحديث الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قبلها بليلة أنه يسجد في أرض بها ماء وطبعا الماء عمل التربة إلى طين يعني طبعا فقدر الله أن السماء أمطرت والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها صلى وكان طبعا أرض المسجد ليس السجاد ولا حصير كالمعهود الآن فأخبرنا عليه صلى الله عليه وسلم أنها ليلة الخطر أنها ليلة طلعت اسمها ليلة الثالث والعشرين بحديث الجهنية رضي الله عنه وطبعا بطبيعة الحال كما تفضلت بالطرح أثناء الاستعداد للحلقة المباركة معك ومع محبينا نحن في ليال عشر الله تعالى أقسم بها وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرِ لَيَالٍ عَشْرِ يَا ثَلَاسْ عَشَرَاتِ العشر الأخير من رمضان وفيه ليلة القدر وينتهي بعيد الفطر والعشر الأول من زي الحجة وفيه يوم عرفة وينتهي بيوم النحر والعشر الأول من المحرم وفيه تاسعاء وينتهي بعشراء وكنا نريد يا أخي الحبيب للمسلمين أنا لا أتكلم بالعموم ولا بالمطلق بعض المسلمين بدل ما يغتنموا العشر الأخير من رمضان في حض الناس على الأذكار الشرعية وعلى الأوراد وعلى الثناء على الله تعالى وعلى الدعاء بالخير وبالذات للمصلحة العامة لأن بعض النفس متصور أن ليلة القدر مزاد للمطامع أو الأمال الدنيوية وهذا خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أم المؤمنين الصديقة بنت الصديقة رضي الله عنها سيدة عائشة قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول إن أدركت ليلة القدر قال يا عائشة قولي اللهم إنك رب عفو كريم تحب العفو فاعفو عنه العفو هنا مطلق العفو في صحة البدن العفو في طيب الكسب العفو في الصحة شوف كل شيء يسلم الإنسان منه فهو عفو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للسيدة عائشة أنت لم ترزخي بأولاد فدع الله أن يهبك الوالد لا لم يقل إن حياتنا خشنة لا وذلك أرشدها إلى المعالي أنا النصيحة اللي أقولها حضرتك يعني يؤسفني إحنا بعض الناس الطيار الياه المتسلف بدل العشر الأخير ما يبقى عشر اتلاف ووحدة ومحبة وبشر وتناصح لا تناطح وتصادم يعني مثلا دلوقتي معركة في غير معركة ما المخرج في صدقة الفطر هل الصاع من الحبوب طبعا مش هتطلعوا الزبيب لأن الزبيب غالي يوم هو عزيز يطلع إيه أرخص حاجة أو حاطر يطلعوا إيه نقود مع إن مفروض يكون لنا الاحترام للمرجعية المعتمدة وهي الأظهر الشريف ودار الإفتاءة المصرية على فكرة فتوى دار الإفلاق الصحيحة لأن سعر كيلو الأمح بالتوريد 11 جنيه و 30 قرش إما تضربه في 3 لأن الصاع 3 كيلو هيطلع 34 جنيه دار الإفتاءة قالت 35 جنيه شوف لما يجي واحد يعني جاهل ومتنطع ولا على علم ولا يوقر كبيرانا ولا يعرف حق العالم وبعدين يطلع وقولك ده دول أخطأوا لا ما أخطأوش دار الإفتاء فتوها صحية لسه بقى حضرتك عليك خير الأسبوع القادم هي دقيقة هتلاقي بقى المعركة التانية في يوم صلاة العيد يوم الأربعاء إن شاء الله بعد القادم هيقول لك إيه هي التكبرات العيد الله أكبر والله الحمد ولا التكبرات التي كبرها الإمام الشافعي ويقولها فقه المصريين الصوت النشيد الجميل أنا مع إني في العرش الأخير نص دقيقة أنا أفجر لك مفاقع عشان تعرف شؤم خلاف السلفية والإخوان والشيعة والدواش والعك النبي عليه الصلاة والسلام كاد أن يحدد ليلة القدر فأنسيها لما تلاحى وتجاد الرجلان فمن شؤم المجادلة والمناكفة أنسي الرسول أن يحدد للأم ليكون درسا لها أن الاختلاف شؤ لعل رسالتي وصلت وصلت طبعا جدا أوي خالص